لم يعد خاثيا على أحد أن النظام البحريني مجرد أداة تحركها السعودية كبالون اختبار لجس نبض الشارع العربي من مساري قطار التطبيع مع العدو الإسرائيلي السعودية التي بدورها تتلقى الأوامر من واشنطن مباشرة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة تلقف الإشارات وقرر أن يقود القطار بجسده المثقل بهموم الكيان الصهيوني حيث قال إن الشعب الإسرائيلي بحاجة إلى راحة البال لأجيال قادمة مؤكدا أن بلاده ترغب بأن يكون لديها تعاون كامل مع إسرائيل في مجالات السياحة والتجارة وأضاف آل خليفة خلال جلسة نقاش أمام مجلس الأطلسي في واشنطن أن المنامة تأمل بأن يكون التعاون السياحي والتجاري مع إسرائيل قريبا قائلا هذا ما نود الوصول إليه وهو هدفنا وتابع الوزير البحريني الذي ينفذ الأجندة الأمريكية عبر السعودية ينبغي أن يسمعون في تل أبيب هذا ما نعتقده وما نوت تحقيقه فالمنطقة التي ينتمي إليها الشعب الإسرائيلي أكبر بكثير لأنها تشمل أراضينا ودولنا وجاءت تصريحات الخليفة بعد لقاء جمعه بنظيره الإسرائيلي إزرائيل كاتس بمبادرة من المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك على هامش مؤتمر حول حرية الأديان عقد في واشنطن والتقت الوزير البحريني صورة مع نظيره الإسرائيلي إضافة لهوك في أول لقاء علني مباشر يجمع مسؤول إسرائيلي بارز بآخر بحريني وكان وزير الخارجية البحريني قد أجرى مقابلة للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إبان تنظيم مؤتمر المنامة بذريعة ضرورة التحدث إلى الرأي العام الإسرائيلي عبر قنواتهم الأعلامية عبر من خلالها عن قناعاته بأن إسرائيل جزء أساسي وشرعي من منطقة الشرق الأوسط بحسب طرهاته وفي موقف مخز آخر عبر الوزير البحريني عن دعمه لعمليات جيش الاحتلال على الأراضي السورية بذريعة مهاجمة أهداف إيرانية قائلا من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على المقاربة بين دول خليجية على رأسها السعودية والإمارات والبحرين وبين كيان العدو الإسرائيلي وصولا إلى إجراء لقاءات تطبيعية بين مسؤولين من الخليج ونظرائهم الإسرائيليين سعيا منهم لتشكيل تحالف يضم حلفاء واشنطن في المنطقة ترجمة نانسي قنقر